تعالى بقى ناخد بعضنا وزي ما بقولك ده نسأل الأعلاف وتوافرها ومشاكلها هنعمل ايه؟ أو بدأنا نعمل ايه؟ يعني الحياة في ملف الأعلاف ده من الملفات المهمة بالنسبة لنا وبنسبة الدولة المصرية يمكن دولة رئيس مجلس الوزراء كان بتابعة بنفسه هذا الملف وعقد اجتماعين مع المنتجين ومع المستوردين وتجار الأعلاف وتجار الدورة والصوية لخمات الأعلاف بحيث ان احنا نشوف ايه الموضوع ونحل معاهم ونساعدهم في تلبية احتياجاتهم عشان كده في يوم 16 اكتوبر في اللقاء ده كان اجتماع مع السادة المنتجين اول ما يبقى دقنا نرصد وجود انخفاض او عدم اتاحة لبعض مخامات الأعلاف فبدأنا نشوف احتياجات السادة المنتجين وبالفعل اخدناهم وكان توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء ان احنا نعمل اجتماع اسبوعي مع السادة المنتجين علشان نحدد الاحتياجات وخصصنا الدولة المساعدة الخصاصة كوتا دولارية علشان دخول شحنات الأعلاف في الفترة بقى من 16 اكتوبر لحد تقريبا 25 يناير احنا دخلنا يعني اكتر من 2.4 مليون طن من خمات الأعلاف في الفترة دي الدولة خصصت اكتر من مليار وربع المليار دولار من الكوتا الدولارية لخمات الأعلاف تحديدة فده بيوضح دي الدولة شايفة الموضوع ده الموضوع مهم وان احنا نساعد المنتج انه هيلاقي احتياجاته على الجانب الاخر لقينا بعض الكميات دي مش بتسمع بالسعر المناسب في السوق او المربي اللي بيربي لان بيجي يشتريه احيانا بيلاقي برضو الانخفاضات او التوفر مش هو نفس اللي بيلاقي حجم التخفاضات اللي بتقوم بها الدولة والاسعار بتبقى ساعة اعلى يعني احنا بنخصص بسعر الدولار اللي بيبقى معلن به في البنك المركزي والدولة بتخصص اعتمادات وبتساعد في دخول هذه الشحنات باسعار مختلفة عن اللي المربي بياخدها بي عشان كده الدولة كسفت من عملية الرقابة وتشكلت لجنة برئاسة نائب وزير الزراعة لشؤون الصراع الحيونية وهي عضوي كل الاعضاء او كل الاطراف المعنية في منظومة تداول الاعلاف سواء بقى منتج الدواجن سواء لجنة الزراع ورايف مجلس النواب وزارة التموين حماية المستهلك البنك المركزي نفسه كل الاطراف المعنية دخلت جوه هذه اللجنة علشان نقدر نقوم بفحص ومتابعة السوق وبالفعل بقامت ضبطيات وحملات رقابة على بعض مناطق البيع لخامات الاعلاف وبدأنا نلاحظ انخفاض في اسعار الاعلاف قصد انخفاض في اسعار الاعلاف بدأ يحدث زيادة في الطلب مرة اخرى على الكاتاكيت وعلى تربية الدواجن مرة تانية وبالتالي ده يضمن استدامة العملية الانتاجية خصوصا احنا الحمد لله يعني عندنا قوتنا الانتاجية تقدر توصل واحنا بالفعل بننتج واحد واربعة من عشرة مليار طائر سنويا وده ان شاء الله يكفي تقريبا احتياجات المواطن المصري ولما يكون فيه انخفاض في اسعار الاعلاف واتزان في اسعارها وبالتالي المنتج النهائي هيكون سعره مناسب للمواطن المصري وده برضو يساعد في زيادة حجم المعروض وبالتالي اتزان السوق واستقرار الاسعار عارف انا ايه انا اللي بيقلقني او اللي قلقني او عندي هاجة سماه انه البعض يحصل على هذه المواد اللازمة لانتاج العلف ويحطها في المخازن يصبرها في الملاحات كده زي فيلم العار عشان السوق يعطش حبتين فالسعر يخبط مرتين فيحقق هوامش ارباح تخض ومش مهم بقى البلد عادي المهم احنا نتغني يعني ما نقدرش ننكر ان جزء كبير من المستوردين وجزء كبير من التجار او الاغلب العام يعني وكل السلسلة الحياة ناس محترمة ومكتهدة وبتحاول انها تشتغل بضمير يغدم المربو يغدم الدولة المصرية لكن في بعض الازمات او في بعض الاوقات لما بيكون في ازمات بعض الناس بتحاول انها تعمل حاجة زي كده وفي الناحية التانية الدولة بتحاول تقوم بدور رقابي تحاول تقوم بدور تجديدي علشان نقدر نضمن ان الشحنات اللي احنا بنخصصها ونطلعها احنا بتكلم في واحد وربع مليون اسف اكتر من اثنين وربع مليون طن من خامات الاعلاف دخلت السوق دي لابد انها تسمع في السوق لازم والكميات كانت كميات كبيرة كمان وفي الفترة الاخيرة كانت كميات مضاعفة وده في الفعل بدأنا اللحظه بدأ يحدث انخفاض كبير في اسعار الاعلاف وبدأنا نلمس هذا الانخفاض في اسعار الخامات الاعلاف والاعلاف نفسها وبالتالي انعكس ده على زيارة حجم التربية والاقبال على شراء التسكين المزارع بقى بدأوا يسكنوا مزارعهم تاني وده يخلي الدورة مستمرة ويخلي العملية الانتجية مستمرة